بسم الله الرحمن الرحيم. اه دلوقت ان شاء الله كده نمتدي اه نحلي مع بعض اسئلة الانترنت او اول صورة كده عندنا اه عبارة عن خمس جمل كده وعازك تختار المصلحات اللي هنا. اه فيه عندك تحت وهايبر لينك وف تي بي واتش تي تي بي. طيب. نشوف كده ايه الحال بتاع. اول جمل انا بقول لك اه مجموعة القواعد use the for transferring اللي بتستخدم. for transferring لتبادل او نقل الملفات. files on the worldwide web. اه مجموعة القواعد والاسس. خلاص. اللي بتستخدم اه في نقل اه وتبادل الملفات على الويب. طبع جماعة. الكترانسفيرينج. طيب. الكترانسفيرينج. طب. الكترانسفيرينج files. نقل الملفات. يبقى عطول. file transfer protocol اللي هي الف تي بي. لو قال لك بقى قملة زي التحدي مجموعة من القواعد تستخدم عادة تنقل تنقل يبقى تمام اللي هي هايبر تاكست ترانسفير بروتوكول يبقى اللي بستخدم في نقل الفايلز اللي بستخدم في نقل او تبادل اللي هي الاتش تي تي بي. طيب الجملة ديت بقول لك زيونك ادرس العنوان الوحيد للويب بيتش طبعا خدناها بليه كده اللي هي اليو ار ال ده مع لما تجد كتب ادرس كده اه في التوطبار بتاعك اه ده يسمى العنوان ده اسمه ايه? طيب الجملة بعد كده بقول لك اكليك اه ايتم ممكن ان نقل عليه في صفحة الويب زيت اه اللي بيصلك اه بصفحة اخرى. بنقلك من صفحة اللي انت فيها اه بيوديك لصفحة اخرى. ده اسمها او ارتباط شعوبية. تمام? الجزء اللي بعد كده بقول لك الشركة بيتمكن افرادها بيتمكن افرادها بياتصال بالانترنت. يعني مزود الخدمة. اللي هو الانترنت اه سيرفيس بروفايدر. اللي هو الاس بي. فهنا قلم ديات اللي هي ترانسفير بوتوكول. بعد كده اه يونيك ادرس ده اليو ار ال. ده الهايبر لينك. الكمبي ده اللي هو الاس بي. اللي هو بتتمل ترانسفير اللي هي اتش تي تي بي. بسؤالي بعد كده بقول لك يا عم. زمان اف افايرول از دو. الهدف الرئيسي من اه الجدار اه الناري. فيما حاجة اسمه او حائط ناري. كلمة يعني انارول يعني جدار او حائط. فالجدار الناري دوات ايه وظيفته? انه يعمل ايه بقى? اه. بيمنع المستخدمين اللي غير مصرح لهم اه بدخول. فروم جينينج اكس من الدخول على الشبكة. تمام? يبقى جميع ده عبارة عن صف طويل عبارة عن اه برامج بيتحط على الجهاز بتمنع اي محتفل او اي واحد غير مصرح له ان هو يدخل على ايه? على الشبكة. بسؤالي بعد كده بقول لك اي واحدة من الجملة القادية. عايز يرى في انه جملة من دول بتتكلم عن اه عن اللي هي معاملات بطاقة اه الاقتمان. اللي هي كريت كارد. عايز في هنا جملة صح كده? عن كريت كارد. ايه هي? بص كده? الجملة التانية. لو بقول لك يجب ان اه تدخل بس تفاصيل بطاقة الاقتمان في نموذج او استمارة في موقع يكون امن تماما. طبعا يا جماعة انت دلوقتي عندك كريت كارد وبتعامل برقم بتاعها رقم السري اللي هو بتاعها. تمام? اه لو انت تخيلت كده ان حضرت تفاصيل بتاعتها او رقم دوت منتشر او على اه مواقع غير امنة. طبعا الناس هتاخدوا منك وتشتري وتبيع وتبقى مشكلة جاملة كبيرة اول. ماشي جماعة? فانت لازم هنا تدخل بتاعتك اللي هو او التفاصيل كارد على اه سيكيور ويب سايت. يعني ايه سيكيور ويب سايت? على موقع اه عن نت يكون امن تماما. السؤال اللي بعد كده جاب لك صفحة كده انترنت. تمام? وبيقول لك ميك زيس بيج خلي هذي الصفحة اللي هي اتش تي تي بي. دابيو دابيو دوت فروت دوت كوم. يور براوسرز نيو هومبيج. عايزي يخليها الهومبيج بتاع البروس بتاعتك. عايزي يخليها الصفحة الرئاسية اه او الهومبيج للانترنت بتاعك. تمام ليه? هدي كده من قيمة التولز. تروع على قيمة التولز تفتحها. وبتروع على اسمه انترنت اوبشنز. ماشي? وبتروع على الهومبيج خاص? وتيجي على ادرس ده. تقف عليه كده? وتكتب العنوان ايه بتاعك? كي جمع? بتقف عليه? اهو? بتيجي تقف عليه ايه هنا? وتكتب العنوان بتاعك اللي هو اتش تي بي نقطين اه دابيو دابيو دوت فروت دوت كوم. وبعد بتكتبه تقول له ابلاي ووكي. عند كده غيرت الهومبيج للعنوان اللي هو اللي هو لك. ورجاء تكتبه صح. زي ما هو كده بالزبط. يعني بنفس اللغة بنفس الشرط نفس كل حاجة. تمام? بس قال لي بعدك انا. بقول لك يعني محرك البحث. برنامج. مالواء عايز يعرف مهمة بس كده? اه اول الجملة. بقول لك بيساعدك 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 انك تلاقي او تجد معلومات موجودة على الانترنت. عشان كلا جماعة سموه سموه محرك بحث. يبقى محرك بحث من المصطح ده يعني بيبحث لك عن كل المعلومات اللي موجودة على الانترنت. السؤال اللي اللي بعد كده جاب لك صفحة اه وبقول لك استخدم الهلب بتاع الانترنت. اكسلور. كايت تصل لمعلومات عن عن. يبقى عايز يستخدم الهلب. بنروح طبعا لقائمة الهلب. خلاص. وبنروح نختار اه اه اول لقطة كده. اللي هو انت اندكس. نختاره. وفي وفي ال الاسمها اندكس. بنكتب ها هنا كده. وبعد ما بنعمل بنتك ايه? تفايلة? السؤال اللي بعده. جالك بولو صفحة نت. بقول لك اخفي اه اه الزرائل قياسية في في الشيت بتاع طول بار. يعني عايز يخفي الشيت يعني. عندك حلين. اما تخفي الشيت اللي انت عايز تخفيه. او بتروح لقيمة تمام? ومن بتروح على اللي هو ده. بتختفي العلامة. بس كده. السؤال اللي بعد كده. بقول لك استخدم اه العنوان اه الويب اللي هو الاتي اللي هو اتش تي تي بي. دابيو 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 دوت مكروميديا دوت كوم. عشان تنتقل. يعني مع صح عايزك تروح للعنوان ده. خلال لكم جماعة مكملة دي. اه بحور ملاحة ازهاب الى الموقع كلها معنا واحدة. خلاص? يعني من الاخر عايزك تروح على الموقع ده. هنعمل بقى. بتيجي هنا في الادرس. ده الادرس ده جماعة عنوان الموقع اللي انت عايز تروح له. بتيجي تقف كده. خلاص? تمسح بقى تبقى هي اه تبقى المكان بتاعها ازرق زي ما انت عايز. تمسح العنوان. بتيجي بقى كده العنوان. الورتين اه دابيو 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 دوت مكروميديا دوت كوم. وبعد ما تخلص هو حتى تقول لك بيس انتر وانيو هافاش. بعد خاس كابتو وكتابة مصبوطة بتعمل ايه? بتعمل انتر. السؤال اللي بعد كده. جيب لك صفحة انترنت. وبيقول لك هاس بين يعني في بحس على الويب اتعمل. يعني اتنفس او اتعمل. اه وانتج النتائج المعروضة على الشاشة. يعني هو عامل هنا كده بكلمة وقال له ابحس. جاب له الريزولتس. دي نتائج البحس اللي هو بحس عليه. طيب عايز ايه? استخدم هزيه نتائج عشان تروح اه ليه زكين الكلابس. هي فين بقى الكلابس? بص كده بص كده هتلاقي اهي. الكلابس هي التانية. بتروح عليها بس هو دي السؤال انتقى. يبقى انت كده عملت لها. انتقلت ليها. دي النتائج بتاع البحس اللي هو اجابه لك. عادة تروح على حاجة حاجة منهم. اسمها الكلابس. يبقى بتروح عليها كليك ايه? 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 بطيقى دي كليك. السؤال اللي بعد كده. جاء لك بالصفحة التانية. بيقولك بدون ما تغير اسمها. اسم الصفحة يعني. دي في الصفحة ديت معنى كلمة يعني اهم المواقع المفضلة ايه لديك. طبعا بتروح كده تختار بتجيب لك كده خيمة على الشبال. اللي هي المواقع دي. خلاص? انت عايز تضيف بقى الموقع ده يكون مدون فبتروح على خلاص? بيجي لك كده آآ المربع ده. خلاص? آآ انت عايز بقى عايز تضيفها بنفس الاسم. فانت ما بتغيرش اسم دوت. وتقول له اوكي. بس كده. طبعا جمعة? آآ السؤال اللي بعد كده. جاب لك صفحة آآ ويب. بقول لك دليت كلاب انترنت. آآ احذف آآ كلاب انترنت من احذف آآ الموقع اللي اسمه كلاب انترنت من آآ القايمة في الفوز بتاعتك. طيب. بتروح على بتختار ها? يعني تنظيم الفوز. طيب فين بقى الاسم كلاب انترنت. اوه. كلاب انترنت. بتجي تعلموه. وعلي بتحذفوه. بتروح كده على الشمال. في دليت. ايه بتختار ايه? دليت. بس كده. سؤال اللي بعضه. بقول لك نافيجيت تو زا دابلو 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 دوت التافيستا دوت كوم برضو جماعة. خدنا خدنا سؤال بكده. بقول لك نافيجيت روح للموقع ده. يبقى نروح فين بقى? يبقى منهو كده. بروح نافيجيت كده. خلاص. ونمسح الجزء اللي هو حد كده. ونكتب بقى دابلو دوت آآ التافيستا دوت كوم. وبعد ما نخلص بنعمل ايه? بنعمل ايه? بنعمل او او كي? سؤال بعد كده. لعيب لك. آآ مجموعة آآ او مصطلحات تحت. وهنا اللي بيعبر عنا. يعني هنا جيب لك اسم ملف. بروتوكول بيستخدم. اسم الدومين. دومين تجاري. بتشير الى تعالي نشوف كده. اه. جيب لك النم. النمق فايل. طبعا اي احنا عفين اي اي فايل عبارة عن اسم. يعني اسم وامتداد. ففين بقى هنا اسم آآ اسم الفايل اوه. او. او دوت اتش تي ام. آآ ملف اسم او درس من نوع اتش تي ام. يعني من نوع ملفات الانترنت. اي حاجة امتدادها دوت اتش تي ام. بيبقى ده اخص ملفات الانترنت. آآ سواء اتش تي اميل او اتش تي اميل. نعم? طيب. بروتوكول ايه هي بروتوكول احنا اخدنا احنا اتنين بروتوكول اللي هي اتش تي تي بي. واخدنا قبل كده اف تي بي. اتش تي بي ده بتاع واخدنا بتاع بتاع ايه. دومين نيم. اسم اسم الدومين. اي اسم دا ما بتلاقي اسم مميز. خاص? دومين. دومين تجاري. آآ اخصار كمية دومين اللي هي دوت كوم. طبعا اللي هي دابيو دابيو دابيو. السؤال اللي بعد كده. نياب لك صفحة انترنت. وبيقول لك عدل مطلبات البحث. طيب ليه? كي تشمل عشان تشمل للكلمات اللي موجودة في داية البحث اللي هي دي. خلاص? تصمت وبعدين ايه? هنا عايز بص نختار حاجة اسمها بص فوق كده في دول كده هتلاقي فيه وفيه هنا هو عايز بس يعلمها. خلاص? يعلمها بس. يعني معنى انك تعلمها. يبقى بتعلمها وتقول له ايه? بس كده. اه اعلمها وتقول له ايه? السؤال بعد كده بيقول لك انسخ النص المحدد ده عايزك يعني عماله يعني. بتيجى عليك كمين? ماشي? تقول له ايه? كمين? تقول له كابش. او من قايمة ايه? تقول له ايه? تقول له كابش.